حذرت مصر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وانتهاك القانون الدولي الإنساني والاستهتار بميثاق الأمم المتحدة وخلال جلسة لمجلس الأمن قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق إن التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة وأكد أن مصر تجدد موقفها الرافض لسيطرة القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة مشددا على أن احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح أدى إلى توقف سيابي وتدفق المساعدات وتحذر مصر من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة مما قد يؤدي إلى انذراقها إلى حرب إقليمية شاملة ونستشد هنا بتصريحات سكرتير العام بأن المنطقة والعالم لن يتحمل حربا أخرى في الشرق أوس سيد الرئيس تجدد مصر موقفها الرافض لسيطرة القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح ونؤكد أن احتلال الجانب الفلسطيني للمعبر أدى لتوقف انسياب وتدفق المساعدات تطالب مصر مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته وإلذام كافة أعضاء الأمم المتحدة بما في ذلك إسرائيل بتنفيذ القرارات الأممية وقرارات محكمة العد الدولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري وإنفاذ المساعدات دون عوائق ووقف التهجير والنزوح القصري سواء داخل قطاع غزة أو خارجه بهدف تصفية القضية الفلسطينية